يوم 6 اكتوبر اللي فات في 2025 شركة أوبن اي 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 اعلنت عن ايجنت كت ومن ساعتها والنت مقلوب وكل الناس بتقول ان ايجنت كت قتلت ان اي ات ان النهاردة انا جاي اقارن ما بين ايجنت كت من أوبن اي 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 اللي لسه طلعها في شهر اكتوبر 2025 هقارنها بان اي ات ان هنشوف ايه الفرق ما بينهم من ناحية وجهة الاستخدام او الي اي 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 انهي اسهل في الاستخدام هنشوف عدد التريجرز اللي موجودة هنشوف كمان الدعم للنمازج المختلفة بتاعة الزكاء الاصطناعي وكمان هنشوف ادوات الوكلاء الادوات المتاحة في اي اي ات ان والادوات المتاحة في اي جنت كت والفرق ما بينهم كمل معا الفيديو للاخر عشان تعرف اي الفرق وامتى تستخدم اي ات ان وامتى تستخدم اي جنت كت اول حاجة خليني اديك تعريف سريع عن اي جنت كت اي جنت كت هي اداء بتخليك تعمل وكلاء زكاء اصطناعي بسهولة وبسرعة ودي اللي اعلنت عنها شركة اوبن اي اي يوم 6 اكتوبر 2025 وحتى المدير التنفيذي لشركة اوبن اي اي سام التمن قال ان اي جنت بيلدر او اي جنت كت دي شبه التول اللي اسمها كنفا بس للأي جنت للأي اي جنت هنيجي هنا في تعريف سريع عن ان ات ان انا بفترض ان انتوا عارفينها بس اللي ما عارفهاش ان ات ان هي اداة ات متى مفتوحة المصدر بتربط التطبيقات ببعض بخطوات بسيطة وسهلة وتخليك تعمل حاجة اسمها وورك فلو دي خطوات زكية من غير ما تكتب اي كود او من غير اي برمجة ودي اللي اعلنوا عنها يوم 8 اكتوبر 2019 تخيل ان ات ان بقالها 6 سنين موجودة بتعال نفتح اوبن اي اي بلادفورم انا هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن اول ما هتفتح معاك بالشكل دوت هتيجي على الشمال هنا هتنزل تحت هتلاقي فيه اي جنت بعد كده بلد اي جنت بعد كده هتدوس على اي جنت بيلدر بعد كده هتيجي هنا هتقول له اوبن اي جنت بيلدر طبعا هنا دي الديكمنتيشن تقدر تقراها تشوف ايه المميزات بتاعت اي جنت بيلدر بس انا بحاول على قد مقدرة لخصلك الموضوع لو دخلنا هنا على الاجنت بيلدر هنلاحظ ان فيه تيمبلتز مختلفة موجودة قريدي عندنا حاجات للكاستومر سيرفوس عندنا تيمبلت تانية للكيو اند اي والستراكتشير داتا كنا عملنا اجزامبل زي كده بانات ان ممكن تشوفوا الفيديوهات بتاعت انات ان بس اكتر حاجة لفتت نظري هنا ان مكتوب بيلد اتشات اي جنت ووركفلو طيب هل ده معناه ان ده بس تشات اي جنت من الواضح كده خلينا ندوز كرييت ونبدأ باول جولة او اول حاجة هنقارنها وهي سهولة الاستخدام اول ما بخش بلاقي عندي اتنين نودز واحدة اسمها ستارت واحدة اسمها ماي اي جنت النود اللي اسمها ستارت دي الاساسية او اللي بتبدأ تشغل منها الوكيل بتاعك ودي حتى ما ينفعش تمسحها زي انت ان بناخدها نوصلها بماي اي جنت كده لو جينا عملنا كدر ادي له نيمو وكمان كمان بقدر اختار الموديل او اقدر اختار وممكن خليه يستخدم كمان بقدر احدد الاوتبوت فورمات ممكن يبقى ممكن يبقى جيسون او ممكن يبقى ودي هنتكلم عليها بعدين بس حاجة مهمة انا شايفة هنا ان الانترفيس ده اسهل بكتير من ان اتنين يعني عندي هنا مثلا حاجات قليلة اوبشنز قليلة عندي اي جنت اقدر ادي له نيم او اختار الموديل عندي على الشمال برضو هنا اقدر احط نودز يعني مثلا اقدر احط اي جنت نود اقدر احط اند للاي جنت نود ديت وقدر اكريات نود اقدر اعمل فايل سيرش او جارد ريلز او ام سي بي نودز اه بالنسبة لللوجيك نودز هنا عندي تلاتة بس اللي هما افو ايلس وويل ويوزر اتروفل وعندي بالنسبة للداتا اقدر اعمل ترانسفورم او احط ده اسهل بكتير من ان اتنين لان هنا عندي اوبشنز محدودة وبتعمل لي كل اللي انا محتاجه عشان اعمل اجنت وده كمبتدئ هيبقى اسهل بكتير من ان اتنين لان اه في ان اتنين مسلا عندي اه الورك فلو بتبقى معقدة هنا انا عشان ابتدي اعمل وورك فلو لازم اختار ما بين نودز كتير عندي كتير ممكن اتريجر او ممكن احط مسلا نود اي 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 جنت لو جينا حطينا نود اي 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 جنت هنا مثلا هنلاقي عندنا كونفجريشنز كتير ممكن تلغبط المبتدئين طبعا هي تفصيلية اكتر بس كمبتدئ الموضوع هيبقى اصعب شوية حتى هنا لازم تيجي تعمل كونفجريشن للاي جنت لازم تحط اه ميموري لازم تحط اه الابي اي وتختار الموديل فالموضوع في ان اتن تفصيلي اكتر بيدي تحكم اكتر بس كمبتدئ الموضوع بيبقى اه شوية اصعب عندنا اسهل كمبتدئ تقدر تعمل بيها تشات اي جنت بس مش كومبليت وورك فلو انا شايف ان تكسب في موضوع السهولة ان انت تبلد تشات اي جنت عندك كل اللي موجودة تقدر اه تختار ما بين اه كزا اه مثلا تعمل اه اي جنت اه يسيرش الويب فاحنا هنا بكليك واحدة نقدر نختار من التولز ويب سيرش تول ونقدر نعمل لها نقدر كمان اه نحط كل الاعدادات اللي موجودة وبكليك واحدة كده بقى عندي اي جنت بيسيرش الويب ويرد على الاسئلة اللي انا بسألها له هنا كمان اقدر اختار الموضل عندي موضلز كتير اه ريليتت تو اوبن اي 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 او كلها من اوبن اي اي اه هنا عندي لو جينا بصينا وقررناها بان ات ان هلاقي عندي هنا ان فيه اوبشنز كتير عندي نوتز كتير جدا اه عشان اعمل سيرش ايجنت دوت انا ممكن احتاج اصلا ان انا اعمل اتش تي تي بي ريكوست وبعد كده افاليديت الداتا اللي راجعة وبعمل شوية خطوات في النص فالموضوع هيبقى معقد شوية بالنسبة للمبتدئين لكن ايجنت كت بيسهل عليك كل الموضوع دوت وبيخلي الموضوع اسهل بكتير انت بس بشوية كليكس تبتدي تعمل الاعدادات البسيطة وبعد كده الايجنت بيشتغل لوحده بكليكاية واحدة فلو جينا بصينا هنا على سهولة الاستخدام الموضوع اسهل بكتير في ايجنت كت من ان ات ان ايجنت كت تكسب المرة دي في سهولة الاستخدام هنيجي على المرحلة التانية وهي لو جينا هنا دخلنا هلاقي عندي تريجر واحد بس وهو الستارت معنى كده ان انا لازم استارت الايجنت منولي عن طريق ان انا باجي هنا بقول له بريفيو واقدر اقول له مثلا سيرش ان ات ان على النت فزي ما احنا شايفين هو بيبتدي اكتيفيت او يفعل الايجنت بيبتدي يشتغل وبتدي يعمل ريزونينج وبتدي يسيرش على الانترنت عشان يطلع لي الريزولت بس انا هنا عندي تريجر واحد اللي هو لازم استارت مانوالي حتى لو جيت عملت بابلش للايجنت بتاعي سميته هنا مثلا تست وورك ايجنت او ويب ايجنت هاجي هنا هلاقيه بيقول لي ان انا لازم استخدم او استخدم الايجنت او استخدم الايجنت او اعتقد هنا يعني هقدر اعمل تريجر للايجنت دوت من خلال تطبيقات او 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 انا عامله مثلا فبيديني او كود او وبقدر اتريجر بس مفيش يعني مثلا لو عايز اعمل بناء على ايميل جايلي على الجيميل مثلا فالموضوع هيكون اصعب شوية من لكن اا لو جيت بسيت هنا عندي على جيت لقيت جيميل اقدر الى عندي مختلفة اقدر اووصلها فانا كده لو جال overthrow جديدة تقدر اا تتوصل بال ايجنت او او الوكيل بتاعي وحتى كمان على السلاك اقدر استخدم اي ايه اه افنت ادريجر من السلاك مثلا لو في ميسجي جت على الدم التي اقدر استخدم ليب انت Tryget آآ من على تليفون مثلا آآ رقم تليفون. فعندي كبيرة جدا ان انا استخدم كتير. انا شايف ان في يبقى تكسب لان فيها اكتر بكتير. خلينا نخش على تالت حاجة وهي دي ادوات بنستخدمها عشان تساعدنا ان احنا نبني او الوكيل بتاعنا بكل سهولة زي مثلا التول اللي احنا استخدمناها اللي هي ويب سرش طول. فيه طولز تانية انا حابب قويها لكم. عندنا هنا الكلين تول. كلاين تول ديت هي اللي بترجع لنا الداة للاتشات ويتجت بتاعتنا. بقدر كمان او ا ا اد ام سي بي سيرفر. يعني مثلا هنا عندي اقدر اكو دينجف او جوجل كالندر او جوجل درايف. بس لازم يكونوا ام سي بي سيرفرز. وققدر كمان اقد سيرفر هنا ادخل الانفورميشن بتاعت السيرفر او الديتيلز بتاعته قادر اكوننكت على امسي بي من زابير مسلا بس مفيش اتش تي تي بي ريكوست يعني مش هتقدر تتعامل با باي ريكوست يعني اي حاجة لها اي باي مش هتقدر تكلمها غير لما يكون لها امسي بي وطبعا بتوفر الموضوع ده بشكل اا اقوى بكتير لان اا اا انت ان عندها الاتش تي تي بي ريكوست طول ودي بيتخلينا نقدر نتعامل مع اي خدمة ليها ابي اي سيرفز كمان اقدر اقاد امسي بي سيرفر هنا في انت ان واخليه كنكت على اي امسي بي سيرفر انا عايزه وكمان اقدر اتريجر ووركفلو انت ان ووركفلو طول يعني اقدر اعمل ووركفلو في حتة وانديها في الحتة ديت او استخدمها في ووركفلو تاني كمان عندي تولز كتير جدا تقريبا معظم التولز اللي ممكن تفكر فيها هي موجودة اكتر من خمسمائة تول تقريبا موجودة كده لما نيجي نقارن انت ان با اي جنت كت من حيس الاي جنت تولز الموجودة هنلاقي ان في انت ان عندنا اي جنت تولز كتير جدا اكتر تقريبا من خمسمائة تول اقدر استخدمها وعندي كمان اقدر استخدم سب ووركفلو يعني اقدر اعمل الوركفلو واستخدمها جوه ووركفلو تانية واهم ميزة عندي هنا اللي هي الاتش تي تي بي ريكوست دي اللي بتخلي كل حاجة دايناميك وبتخلي عندي مرونة ان انا اكلم اي سيرفيس على الانترنت طالما ليها ابي او اي سيرفيس اقدر اكلمها فكده انت ان بتكسب معانا للمرة التانية في الاجنت تولز بعد كده هنشوف الموديل سابورت هنشوف ايه الموديلز اللي بنقدر نستخدمها في ايجنت كت هنا هنيجي لو فتحنا الموديلز هنلاقي في موديلز كتيرة موديلز للثينكينج موديلز سريعة موديلز خفيفة او تقيلة ودي حاجة كويسة بقدر كمان اعدل الريزنينج افورت وعدل الحاجات هنا زي فربوسيتي او ساماري اقدر كمان اينكلود اللي تشات هستوري لو انا عايزها لكن لو جيت بسيط على انت ان هلاقي عندي في موديلز كتير جدا تقريبا معظم الموديلز اللي موجودة فاقدر استخدم اي موديل او اقدر كمان استخدم اوبر راوتر وهلاقي معظم الموديلز اللي موجودة على الانترنت فدي حاجة طبعا كويسة اه من ان ات ان لان انا مش دايما باستخدم احيانا ببعا عايز استخدم احيانا ببعا عايز استخدم اه جوجل مسلا اه هنا كمان في ان ات ان اقدر اعدل او عندي اوبشنز كتير اقدر استخدمها للموديل زي زي الحاجات دي كلها كل ده بيدي لان في الموديل اكتر من وعشان كده هتكسب معانا الجولة دي برد بعد كده هنيجي على او النشر والتحكم ازاي تقدر تخلي الايجنت بتاعك لايف سواء انت بتعمل اه الاوتوميشن دوت ليك او بتساعد شركة انها تعمل الاوتوميشن فانت في الاخر هتبقى محتاج تحطه مثلا على سيرفر او تحطه على الكلاود بحيث تقدر بتاكسسه او تستخدمه من اي مكان انت وفريئة فمن رأي اهم الاسباب اللي خلت ان ات ان منتشرة بالشكل دوت وانها اوبن سورس يعني تقدر اه تتحكم فيها بشكل كامل عندك فول كنترول اه تقدر انت والتيم بتاعك تشتغل عليها وتقدر كمان تحطها على سيرفر عندك او على الجهاز فدي حاجة اه متميزة بيها اه في الناحة التانية عندنا ايجنت كيت مش اوبن سورس انت تقدر بس اه توسطها او تخليها موجودة تعمل لها بابلت شعاله اه البلاتفورم بتاعت اوبن اي 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 وده معناه ان اوبن اي اي عندهم تحكم اه كل مية في الدادا بتاعتك وفي الاجنت بتاعك كمان لو جينا لخصنا الموضوع هنلاقي هنا ان عندنا ايجنت كت اه ده الموضوع سهل جدا اه اوبن اي اي بتدير الموضوع كله بس عندك اه كنترول اقل على الدادا بتاعتك وعلى الاجنت بتاعك لكن في ان اي ات ان انت عندك كنترول فول كنترول اه مية في المية على الدادا بتاعتك وعندك كمان مرونة تقدر تشوف الدادا رايحة فين وجاية منين بالزبط بالتفاصيل وبالوجز وتقدر كمان انت والتيم بتاعك تشتغلوا عليها بحيث انك برضو تقدر تحطها على سيرفر او تحطها على الجهاز بتاعك لو انت طبعا في شركة بتحطها على سيرفر وهنا بيجي الموضوع ان لو انت شركة وبتستخدم اوبن اي اي بشكل كبير ومعتمد عليها بشكل كبير ساعتها تقدر تستخدم ايجنت كت لانه هو هيبقى يعني هيفت اكتر في الاستاك بتاعك ساعتها مش هيكون عندك مشكلة انك توصل الحاجات ببعضيها لكن لو انت عايز فول كنترول اه وتحكم كامل في الايجنت بتوعك وفي الدادا بتاعتك وسيرفراتك يبقى ان ات ان هنا احسن ليك هنا انا شايف ان ان ات ان تكسب لان عندي مرونة اكبر وتحكم اكبر في الاجنت بتاعي وفي الدادا ممكن استخدم الكلاود ممكن اهسطها عندي على سيرفر معين او اه اتحكم انا في السيكوريتي بتاعت الدادا وبتاعت الايجنت بتاعتي او اه ان انا احطها على الكلاود لكن ايجنت كت بس بقدر احطها على الكلاود وابن اي اي عندهم تحكم كامل عشان كده انا هكسب ان ات ان في الجولة دي كمان لو جينا نلخص الموضوع هنلاقي ان ايجنت كت بتتفوق في سهولة الاستخدام الاستخدام ده بتاعها بسيط وسهل لكن بتتميز في عندها اكتر وادوات اكتر كمان اللي هي وعندها كمان دعم للنمازج او فبتدعم نمازج اكتر النشر والتحكم برضو ان ات ان بتديك اه تحكم اكتر وبتديك فيتشرز او مزايا في فكده ان ات ان بتكسب اربعة واحد ايجنت كت وما ايجنت كت لسه طلع جديد لسه الشهر اللي فات فنتوقع ان هما هيطوروا فيها وهيزودوا كمان مزايا اكتر هتبقى فعلا منافسة لن ات ان من رأيي في الاخر ان ايجنت كت مش بتنافس ايجنت كت معمولة عشان تعمل تشات ايجنت للستاج بتاع اوبن اي اي فانت لو اللي بتاعك كله اوبن اي اي يبقى تستخدم ايجنت كت لو انت حابب عندك كنترول اكتر على كل حاجة وبتستخدم ستاكس مختلفة يبقى تستخدم وان ات ان بقى لها ست سنين فبقى لها كتير عشان كده طوروا فيها وزودوا فيها المزايا دي خلينا نشوف اللي جاي من اوبن اي اي الفترة الجاية اشوفكم على خير شكرا